طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بازمة اهو ازمة عندك خوف على شوية اضطرابات شوية عقوسات الفترة دي خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر بس جاي لك اي تحت الكرت ده القديسة زي ما انتو عارفين وحاكيد حافظتو القديسة بتمثلي القرب من ربنا الروحانيات حلوكو يا تور لو القرية دي تنطبق عليكو فعلا بتمرو بالازمة دي اتنهل ربنا هو الوحيد اللي هي رتمن قلبكو وهو اللي هيخراكم المشكلة دي سلمين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا ننعزل شوية مش ننعزل نقعد بس اي نفكر بهدوء كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع محد في الشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقيم الموضوع وزي ما قلنا نصلي باذن الله محلولة في حد قريب منك هيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة هيساعدك وهيساعدك افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالازمة اللي انت بتمر بها دلوقتي هيساعدك فيها هيقدم لك شيء اوكي بنية خلصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله ما هياش حاجة يعني تخوف ما تقلوش queen of pentacles ايوة بقى ايوة بقى حالة المادية فيها تطور كوي السياتور يمكن البنزين الكام عشرة ساق ولمين ربع جنيه اللي نزلت دي يمكن هتأثر معاك حالتك المادية بقى فيها تطور وحتحس انك انت في حالة راحة شوية مش رخاء بس اين عمليها تكون مرايحة تطور عن اللي انت فيه اي ان كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كثير جدا وكل ما بتدي كل ما هديد اكتر انت محتوار في حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العاطفة ده في حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي حيران اعمل ده ولا ولا استنى شوية ولا اعمل ايه فيه عندك حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى بتمشي باحساسك دي مش دي مش ما تتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتور بين علاقتين يعني محتور بين انت مثلا او انت محتورة بين شخصين حيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا ماينفعش متعدي من غير ما تاخد بالك او تاخد بالك هتحسوا بالمشاعر دي وده هيحسن لكم القرار ده في حيرة واضح اوكي وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معاك فعلا ما اظن والله اعلم ان الحيرة دي زي ما قلتلكم في علاقة او حتى مش هزو يكونوا بين شخصين مقارنة بين شخصين ممكن تكون انت محتور تكمل او ما تكملش محتور تتعامل ازاي هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتدلك تتعامل ازاي وزي ما قلناك اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة عندك تغير في الحظ يا تور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده المية الركدة العجلة هتدور هتبتدي الدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدمية هتبتدي تبسحل هتحس بتغير وتغير جامد التغير ده هيسبقه حاجة هيسبقه تغير فيك انت الاول فيه شيء هيتغير جواك فيه ده 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 كرت قوي من الكروت القوية جدا والكروت الماجر الاساسية في الفلترون بيوحي بيق موت شيء كنعايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون اسلوب ممكن يكون صفة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت يحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا حديك مثال للمثال وليس الحصر انه اسلوبك مثلا بدل ما انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعيا انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زمايلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات قطر فالعجلة هتدور معاك فهمين قصدي فيه تغير هيحصل جواك انت وبرضو ده ماينفعش ما تحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ماينفعش هتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش جدا دي مش طبيعتي فيه حاجه شيء جواك هيتغير بشكل جامد بيقولك مواجهتك لازم تكون بعقلانية بدبلوماسية تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد فكرت ده اسمه strength القوة قوتك بعقلك مش انك انت تنهر لقدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله هو ده كده انت كسبت المطش لا المطش مش هيكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله بتطبطب ومش لازم يكون بتطبطبة يعني الشرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتطبع اللي حواليك لا تستعمل معهم دبلوماسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس في ازيتك شوية يا تور شايفة حالة زي ما تقوله مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لا الوقت جي بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلاتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقولي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمايل في شغل انتوا عارفين الخروجات بتاعت الشغل دي بتقرب الزمايل جدا من بعد حد جديد انزلها هيتغير حاجة في شخصيتك جمدة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر ثلاثة واكثر حزن ان شاء الله رياح حلوة زي ما قلت لكم يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعدي بها دلوقتي حلها الصلاة قرب من ربنا ودهيله وهو هيدل لك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحالة العطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسم لك الموقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبورج التور اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يا رب تكون عاوية صح مرسية عزق بتمنى تغير حلو وفوك الكعبالة ان شاء الله ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله هتتفك بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عمر هو بقى حسب التساهيل صراحة بس هو الخطة انه هو يوم ايوم لا وهحاول على قد مقدر ان انا اضبط الريتم ده يا سلوى يا حبيبة قلبي ويحفظك ويبارك فيكي يا حبيبتي انتي خلاص يا عليكم صح طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسة قريب قوي حاضر بعد ما شفت في حاجة جواي تغيرت وانا مش جدد من ساعة ما شفت ايه يا حسامي هذي من برج التور دي مرحلة الاولى يا زينب ما تعيطيش دي مرحلة الاولى وحنقول الحالة العطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البس ما يخلص هتلاقيني يمحطهولك في الصفحة جاهزة مستلنياكي قوس ان شاء الله يا ميسة حاضر مرسي يا مارو عشر تسلم ايلك حياتي طيب يلا نشوف الحالة العطفية اهم روضة قسود وما جبتش من عندي حاجة اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وانا في حد كمان تور عندي من صحابي يا رب يكون حاجاتي يسا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت اللي كمان وحشتيني جدا جدا مانا انت سمعت قرائتك ولا لا انت قرائتك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتها والنبي تمانين يقوليني انت سمعتها عشان انا مبقيتش فاكرة انا قلتها في اني لايف بيهم عشان خطري يقولينك سمعتها انا بعد كده هعمل القريات على التليفون انا مش هخليها هم كل كلمة صح بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا دي عبادة مفيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا فهم قصدي ايه القعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليكي ودعيلي معاكي دعيلي ارجع التزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج التور القراية العضفية بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة هي شفتو عندك حيرة يا تور مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في الراية الجنرال بتاعتك في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بيمكو حيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طيب طيب بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا بصوا جميعا اه حيرة هي واضحة هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بس انت عايز تحسن قرار انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصير يا الارض يا المية حاجتين يعني عكسة بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حصل من شركك او خطأ منك الله اعلم بس فيه يمكن فيه حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى يعني الغمه تنزح والشمس بصوا التاور عامل ازاي يعني سواد السماء سودا يعني اكيد حاجة غلط وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع مش شبابيك ونار وحريقة واكشن غير طبيعي كده لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو حيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي شايفه هداية من ربنا شايفه حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة اجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بصوا جنينة وبستان يعني حاجة حلوة جدا ويد ممدودة وحاجة منورة وكده حاجة حلوة قوي قوي انت يطور شايف شريكك حاجة كويسة جدا اكيد شريكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا على فكرة شخص كويس